يقول سبحانه وتعالى في محكم آياته يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون حياة القلوب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم في هدي كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال سبحانه وتعالى في وصف عباده المتقين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فقال سبحانه وتعالى فيهم أيضا أي وصف عباده المتقين الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومنا رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أخرج الشيخان عن نعمال بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث ليحثنا صلى الله عليه وسلم على حفظ القلب وصيانته من الآفات القلبية فهو سبب السعادة في الدارين إن صالحا فإن فسد فهي والله الذي لا إله إلا هو شقاوة الدارين قال تعالى يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بقلب سليم من الشك والريب والشرك والكفر سليم من الحقد والحسد والتكذيب والكبر وغيرها من آفات القلوب إننا نسمع آيات الله التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشة الله نسمعها فلا توجد لها القلوب ولا تدمع منها العيون ولا تخشع لها النفوس ولا تنتهي عن ضلال وعن غير أيها الإخوة المؤمنون احضروا قسوة القلب احضروا قسوة القلب قسوة القلوب وموتها وعلامة ذلك ألا يفرح بطاعة ولا يحزن على معصية قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون عباد الله إن أمامكم موقفا عظيما تنكشف فيه النيات وتظهر فيه السيات فإذا بعث لما في القبور وحص لما في الصدور يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فصاحب القلب السليم هو الذي ينجو من أهوال يوم القيامة ويفوز برضى الله سبحانه وتعالى القلب السليم الذي سلم من الشك والريب والشرك والتكذيب والكبر والحقد والحسد والكرهية لعباد الله المؤمنين القلب السليم العامر بمحبة الله وتعظيمه والخوف منه القلب السليم الذي يدعو صاحبه إلى اجتناب ما نأى الله عنه وفعل ما أمر الله به والصبر على أقدار الله المؤلمة القلب السليم الذي يدعو صاحبه إلى الرضا بما قسم الله له القلب السليم الذي يدعو صاحبه إلى تعظيم شعائر الله وأن لا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى وإذا كان سوى قصوة القلوب وموتها الإعراض عن كتاب الله وشرعه فإن حياة القلوب في تلاوة كتاب الله أي اتباعه فإن حياة القلوب في تلاوة كتاب الله أي اتباعه تدبرا وتعلما وفهما وعملا ودعوة ودعوة الخلق إليه والتحاكم إليه وإقامة شرع الله في أنفسنا وفي من نعود قال سبحانه وتعالى وهو يثني على طائفة من عباد المؤمنين الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أي الذين أوتوا الكتاب الطورة والإنجيل فاتبعوا حق الاتباع يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أي أمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فبالنور الذي أنزل معه فإن حياة القلوب في تلاوة كتاب الله أي اتباعه تدبرا وتعلما وفهما وعملا ودعوة الخلق إليه والتحاكم إليه وإقامة شرع الله في أنفسنا وفي من نعود قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها فاستمع إلى شرع الله إلى كلام الله وكلام رسوله وفهم مراد الله ومراد رسوله وعمل بمقدر شرعه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها من سمع أو أعرض أو علم ولم يعمل فقد خاب من دساها فقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن أعرض وتعامى عن شرع الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين الكل يتورع من خليله إلا المؤمنين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين قال قرينهم ربنا ما أضلته ولكن كان في ضمال مبين وكذلك فإن أكل الحرام سبب في قصوة القلب وعذاب الله فإن طيب المطعم سبب في رضا الله وإجابة الدعوة أكل الحرام سبب في قصوة القلب وعذاب الله وعدم إجابة الدعوة أما طيب المطعم فسبب في رضا الله وإجابة الدعوة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به فالإنسان يبتق الله سبحانه وتعالى في مأكله ومشربه وفيما يطعم أهله وولده قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة وذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أي سفطع عج عمره أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له مع أن أتى بكثير من أسباب نجابة الدعوة من السفر من سفر الطاعة ومن الخشوع وعدم الكبر ورفع اليدين في الدعاء والإلحاح في ذلك يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ومن أعظم أسباب قصوة القلوب الوقوع في البدع والعمل بها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالبدع من أعلم أسباب قصوة القلوب ولذلك يكثر في أهل البدع الإلحاد والمروك من الدين والردة ولذلك يكثر في أهل البدع الإلحاد والزندقة والردة عن دين الله سبحانه وتعالى وكذلك مما يقص القلب ويصده عن ذكر الله وعن الصلاة استماع المعازف والأغاني واستحلال ذلك سبب في مسخ وخسف يقع في هذه الأمة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى وليك لهم عذاب مهين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم في الغناء وأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت المطر الكالاء وإن مما يحيي القلوب وإن مما يحيي القلوب الإكثار من طاعة الله وتلاو الكتاب الله ومجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء وعلم رحمنا الله وإيامه إن أصل الطاعة العلم بالله أعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا حتى تزداد محبة له وتعظيما له وخوفا من عقابه وعذابه إن أصل الطاعة العلم بالله والخوف من الله والرجاء في الله والمراقبة لله فإذا تجرد العبد من هذه القصال لم يدرك حقيقة الإيمان لأنه لا تصح الطاعة لله إلا بعد العلم به والإيمان بوجوده خالقا عالما قادرا سميعا بصيرا لا يحيط به علم ولا يتصوره وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعرف على الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا وألائه الذي بثها في كل مكان في السماوات وفي الأرض وفي أنفسكم حتى تزدادوا إيمانا بالله وتعظيما له ومحبة له ومخافة من عقابه وعذابه قال ابن المبارك قال ابن المبارك رحمه الله تعالى أصل الإيمان التصديق بما جاء به الرسل فمن صدق القرآن خرج إلى العمل به تصديق القرآن يؤدي إلى العمل به ولكن تصديق تصديق الكاذبين يعلم ولا يعمل فيقول القرآن حجة عليه وليس حجة له فمن صدق القرآن خرج إلى العمل به ونجى من الخلود من النار في النار ومن اجتنب المحارم خرج إلى التوبة النصوح ومن أخذ القوت من حله خرج إلى الورع إنسان يكون حريص على أكل الحلال ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الورع حتى أنه يتجنب كثير من الحلال خوفا من أن يقع في الحرام ومن أدى الفرائض صح إسلامه الصلاة نور والصدقة برهان برهان على صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن أدى الفرائض صح إسلامه ومن صدق لسانه سلم من التبعات ومن رد المظالم نجى من القصاص في الدنيا وفي الآخرة ومن أدى ومن أتى بالسنن زكت أعماله ومن أخلص لله قبل عمله وليحظر المؤمن من الإعجاب بالعمل فإنه من أعظم الآفال وأحظة الأعمال أن تعجب بعملك فالإعجاب بالعمل سببا في حبوطه قال أحد الصالحين ربما عصية أورثت ذلا وانكسارا ربما عصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا فكلما تذكرها أحد الصاعة وبكى خشية من الله سبحانه وتعالى وخوفا ألا تقبلته بك خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا كم نسمونه كبر الطاع يظنه هو خيرا من كثير من عباد الله المؤمنين قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير من سارة التبريه وهو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى يقول مطرف رحمه الله تعالى لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير من أن أبيت قائما وأصبح معجبا يعني أنه لو نام حتى راحت عليه الصبح ويصبح نادم لأنه فاتته فاتته طاعة عظيمة لله سبحانه وتعالى قرما يبيت قائما لله سبحانه وتعالى ويصبح معجبا بنفسه وبعمله وليحضر المؤمن من الرياء فإن الرياء محبط للعمل وقيل في قوله تعالى وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قيل عملوا أعمالا كانوا يرونها في الدنيا من الحسنات فبدت لهم يوم القيامة من السيئات بسبب الرياء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية قال ويل لأهل الرياء أن يعمل أعمال كثيرة صالحة ولكنها يرأي بها فلا أخبرها الله سبحانه وتعالى منها يقول له اذهب إلى مرأيت له ليجزيه ويل قال وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية قال ويل لأهل الرياء وجاء في الحديث أن أول من تصعر بهم النار عالم ومجاهد ومؤفق فأما العلم فيقول يارب تعلمت العلم ونشرته فيقال بل تعلمت ليقال لك عالي ألا فقط خيل تُخذ тебе جزائك ثم يؤمر به في ويسحب إلى النار وأما المنفق فقال يارب أنفقت المال في مرضائك فقال بل أنفقت ليقال لك جواج ألا فقط خيل ثم يؤمر به ويسحب إلى النار وكذلك أو كذلك المجاهد يقال له بل قاتلت اللي يقال جري شجاع ألا فقد خيل ثم يغمر به فيسحب إلى النار نسأل الله صبح الله تعالى السلامة وقال في قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يظهرها رياء ولا يخفيها حياء فالإنسان لا يغفر أعماله صباحا ولا يغفر أعماله صباحا هذا من تبيس إبليس ومن تزيين الشيطان أن يجلس في بيته ويصلي ولا يأتي المسجد فالإنسان يظهر أعماله رياء ولا يغفيها حياء رياء العمل بلية من الناس تخطدمين فعل الخير كويب يزل لا تعالى شيء طيب ولكن لا تكون رياء وذكما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحدث عليها وجاء رجل من الصحابة بسرة يكاد لا يحملها من ثقلها طعام أو ثيال فوضعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنساب الناس كل يأتي بالصدقة ثم روى هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سنف الإسلام بسنة حسنة كان له أجرها كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجوره شيء ورؤية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر